أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بالحمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أكد أن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية تزيد من أهمية المبادرات التي تستهدف تعزيز الشراكة الدولية في التصدي لمختلف التحديات التي واجهه العالم وتعزز ترسيخ دعائم الأمن والسلام العالمي جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الإقضبية اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة وسعادة السيد حمد بن فيصل الملكي وزير شؤون مجلس الوزراء الفريق الركن متقاعد السير توماس بيكيت بمناسبة انتهاء فترة عمله كمدير تنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط عيث قدم لسموه الفريق طيار متقاعد مارتن سامي سيمسون بمناسبة تعيينه مديرا تنفيذيا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط ونوه سموه بالجهود الطيبة التي بذلها الفريق توماس بيكيت طوال فترة عمله فيما أعرب عن تهانيه للمدير التنفيذي الجديد للمعهد وتمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهم عمله وأشار سموه إلى التعاون القائم بين مملكة البحرين والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية وما تحقق من نجحات متواصلة بما فيها التنظيم والإعداد لمنتدى حوار المنامة على مدى 19 عاما والذي بات اليوم واحدا من أهم المنتديات الإقليمية والدولية الذي حقق سمعة طيبة على المستوى الدولي لفتا إلى أهمية الدور الذي يطلع به المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية على صعيد توفير المقاومات المساندة للاستراتيجيات الداعمة للأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي من جانبهم أعرب كل منا الفريق الركن متقاعد السير توماس بيكيت والفريق طيار متقاعد مارتين سامي سيمسون عن شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من اهتمام بتعزيز التعاون بين مملكة البحرين والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ودعمه المستمر لمنتدى حوار المنامة منذ انطلاقته